موعد امتحان السنوية العامة هو 21 يونيو ان شاء الله ويمكن معالي الوزير هترك له الكلمة ان هو يعرض بالتفصيل طيب احنا نفرح والنزع بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ حلقة يا شباب حاب اقول لكم ان انا هتكلم في الموضوع ده دايتين وهدخل بعد كده ان شاء الله في حلقة النهاردة وهي بوكلت نمبر 12 عشان ما اندقاش وقت اللي انتم سمعتوه ده نفرح ولا نزعن لا هو ببساطة شيئا جدا المدة مش طويلة يعني المدة اسبوعية فهي لا هي داعي انك تفرح قوي ولا تزعن قوي يعني ايه مستر يعني لو حضرتك من الناس اللي كانت مذاكرة قوي ومجهزة نفسها وخلاص انا داخل على الامتحان ومش عايز ااجل فعاد يا سيدي دون اسبوعين يعني يعني ما عندكش ادنى مشكلة اسبوعين ان شاء الله بإذن الله بالعكس اعتبرها فرصة ان انت تأكد المعلومات على نفسك اكتر اعتبرها فرصة ان انت تدوس اكتر واسبوعين مش شوية طويل وبالعكس بص على نص الكبال المليان ما تبصش على النص الفاضي استغل الفرصة واعتبرها ان هي فرصة جات لك واستغلها كويس طيب ولو انت من الناس اللي كانوا مزنوئين ويا دا ان انت حانت الرابط وانا مكنش لاحق وهعمل ايه ولحقوني طيب يا سيدي اسبوعين جولك مبروك اربعتاشر يوم زاكر بقى وشد حيلك فبالتالي استفيد منهم ازاي هقول لك انت خد الموضوع بشكل ايجابي جدا لو انت كنت مزنوء وكنت مش لاقي وقت ومكنش عارك تعمل ايه اربعتاشر يوم دول كافلين ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا وانا امكن دايما كنت بقول لكم انه انا في الانجليزي محتاج ساعتين كل يوم بالكتير تلات ساعات كل يوم وطبعا انت طالب في سنة ثمتة سنة او سنوية عامة يعني انت عارف كويس جدا ان تلات ساعات دول حاجة صغيرة بالنسبة لمذاكرتك في الوقت اللي احنا فيه دا انت المفروض انك بتتذكر عدد كبير من الساعات انا كنت في الانجليزي محتاج ساعتين او تلاتة علشان اخلص الانجليزي في اسبوع وبعدين راجع عليه في اسبوع فبالتالي اسبوعين الانجليزي محتاج ثلاث ساعات لو مادة تانية محتاج ثلاث ساعات لو انت مزنوق في مادتين ثلاثة انت قدر تخلصهم في اسبوعين بالراحة دا لو انت من الناس اللي مزنوق طب لو انت من الناس اللي كانت الدنيا تمام زي الفول اللي معاهم الله فاكلتس بقى حل بقى يعني الفرصة جات لك لغاية عندك امسك فيها واستغل لها واغتنم الفرصة فبالتالي يا جماعة الموضوع لا هو حاجة تخده وتزعل ولا هو حاجة تفرح قوي هو اسبوعين فما تتخدوش قوي وما تفرحوش قوي والموضوع ان شاء الله بإذن الله هيبقى زي الفول فرصة جماعة وجاتلكم بس يعني انا مش هادر اقول لغير فرصة وجاتلك استغل لها حل كتير راجع كتير دوس على نفسك قول فترة جاية وبقدر ان كان ان شاء الله بإذن الله حاول تستغل الاسبوعين دول اعظم استغلال خاصة ان لو احنا بنقول مثلا ان كان الفترة اللي متبقية داخل فيها فترة العيد دول كام يوم بتوع رمضان انا مش عارف اعمل ايه يا سيدي اهو جاتلك ايام بعد العيد زاكر فيها بقى وركز ومش هيبقى عندك رمضان ومفيش الصيام ولان كنت انا يعني من الناس اللي دايما بتقول ان الصيام بيحفظ على المذاكرة ما بيقللش بس اوكاي يعني لو انت من الناس اللي كانت بتقول ما بعرفش ازاكر طول نهار رمضان لا يا سيدي اهو بعد العيد ان شاء الله اسبوعين جولك علشان استغلهم فشباب حاول بقدر الامكان استغل فرصة اعظم استغلال احنا في الانجليزي وصلنا للبوكلت نمبر 11 في كتاب المعاصر والنهاردة ان شاء الله زي ما قلتلك هنحل البوكلت نمبر 12 في كتاب المعاصر علشان نكمل سلسلة حل البوكلت اللي هم اصلا 15 اكتر من حد كان بيطلب مني بيقولي البوكلت اللي هي مكتوب عليها الازهر هي ده شباب البوكلت اللي مكتوب عليها الازهر من بعد 10 في 11 و 12 و 13 و 14 و 15 دول مكتوبة يومي الازهر فبالتالي انا بحلهم معاكم علشان نكمل سلسلة حلقات البوكلت اخدنا كمان الامتحان الاسترشادي نموذج الاول وهناخد التاني باذن الله والworkbook احنا اخدنا فيه لغاية اتنين اللي هو وان بي خدنا وان اي وان بي وهنكملهم العشرة باذن الله فلذلك شد حلكم اه ركزوا قوي والنهاردة حلقة مهمة طبعا زي الحلقات كلها اللي فاتت واللي جاية اه شد حلك وركز معايا وراء وقلم ولو فيه نوطس مهمة هتكتبها ونروح نحل ونرجع لبعض صفحة 83 وبسم الله الرحمن الرحيم مرة تانية يا شباب نرجع مع بعض number one بتقول to not is to make a new product انك تخلي منتج جديد or idea او فكرة successful ده معناه ان انت تخلي فكرة جديدة او منتج جديد اه ينجح ده معناه ان انت بتطور هذا المنتج او بتطور هذه الفكرة develop number c number two i not my own computer for three years now طبعا حضرتك شايف ان فيه كلمة for four كلمة تدل على زمن المضارع التامي المضارع التامي اللي هو have او has زاد التصريف التالت وبنان عليها اختار number a have had running two many programs تشغيل برامج كتير او at the same time في نفس الوقت نقض الكمبيوتر كراش هيخلي الكمبيوتر يعني كراشنا معناها بالبالة دي كده بتاعنا يهنج الكمبيوتر هيوقف مش هيكمل طيب ده اه بيقول تشغيل برامج جدير هيخليه في المستبل واخد بالك من حاجة مهمة جدا ان probably بتيجي قبل الفعل الاساسي وبناء عليها نقول will probably make سوف من المحتمل انه يجعل الكمبيوتر اه يوقف number a florence florence nightingale's parents didn't want their daughter to be a nurse ليه مش عايزين منتهم تبقى ممرضة because they thought لانهم اعتقدوا it wasn't a not job اعتقدوا انها ليست وظيفة مناسبة كلمة مناسبة يعني ايه suitable number b number five she wrote mini box هي كتبت كتب كتير عن articles ومقالات not she argued for a more positive role اه حيث او بي بهذه الكتب او المقالات هي اه كان بتؤيد more positive role كان بتطالب اه دور ايجابي اكتر for women للنساء in the modern world في العالم الحديث طيب لما نقول والتي فيه او باوهي وهذه الكتب بنقولها بالانجليزي number b in which number b in number six i know that ahmad would not be late because he never not a promise انا عارف ان احمد مش هي اتاخر لانه عمره ما بيكسر وعده كلمة break break promise يعني يكسر الوعد number d seven they may have not no words that rhyme or words that partially rhyme يعني ربا ما يكونش في لده ولا ده انتو عارفين طبعا ده او ده طبعا انتو شايفين كلمة or or اللي هي او اللي هي في النص دي اوكي or دايما بتيجي مع either either or على فكرة تنطق either او either 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 or لو في نور كنت اختارت neither لو في and كنت اختارت بوث وهكذا طيب جملة number eight not me to buy a new paper a newspaper on the way home or i will forget فكرني اشتري جريدة وانا مروح البيت او هنسى يذكر او يفكر حد بحاجة اسمها remind طبعا غير remember remember يتذكر يفتكر لوحده انما remind يعني يذكر او يفكر حد بحاجة حد يفكر حد number nine today is much not hot to play tennis outside طيب هنا النهاردة حر جدا ان احنا نلعب بره بص يا سيبي احفظ معا القاعدة اللي هو الهلاج دي لما تلاقي to شايف to ثانية واحدة لما تلاقي كلمة to دي تعرف في الحالة دي انت في النص الاول من الجملة عندك اما to to او يا اما اناف to اللي هي تي او او بتيجي مع الصفات السيئة او السلبية واناف بتيجي مع الصفات الايجابية واخد بالك اناف بتيجي بعد الصفة يعني اقول مثلا ايه tall enough strong enough وهكذا لكن two اللي هي تي او او بتيجي قبل الصفة ومع الصفات السلبية وهنا لما نقول ان الجو حر وش هنقدر نلعب ببدي صفة سلبية ما هي الصفة ايجابية وبالتالي اختار number two هي الاجابة الصحيحة number ten يونس كان مريض السنان اللي فاتت and had to take a lot of time of work وكان مضطر ان ياخد وقت طويل اجازة من الشغل number d of work number eleven before she bought it طبعا انت شايف كلمة before 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 الكلمة دي بيجي قبلها ماضي تام ثم بعدها ماضي بسيط بمعنى ايه بمعنى ان انا علشان وجود before d اختار الماضي التام اللي هو had to check the number a twelve distance المسافة means تعني the amount of not هي كمية the a between two places ما بين مكانين هي كمية space هي كمية المسافة او الفراغ اللي ما بين حاكتين space number d thirteen buying this old car شراء هذه السيارة القديمة is a not of money هي مضيعة للمال طيب تتقالي ازاي waste number a waste number a او اتلابط من a و b waste number a يعني مضيع او يضيع او يهدر اما waste اللي هو الخسر number fourteen movement التحرك can be not when you are hurt when you have hurt your back لما تكون مصافة ظهرك التحرك بيكون مؤلم painful painful number c painful يعني مؤلم painful يعني مؤلم fifteen you use an emergency emergency note when there is a fire تستخدم المخرج بتاع الطوارئ لما بيبقى في حريق فين كلمة مخرج exit number c exit number c sixteen the film not by many millions of people since it was made in nineteen sixty eight خلي بالك شايف كلمة since تدل على زمن المضارع التامي كويس بس الفيلم بيشاهد لا الفيلم بيشاهد يبا انا عايز مبني المجهول في المضارع التامي اللي هو have or has been زاد التصريف التامي ونعني عليها اختار number c has been watched علشان since وعلشان الفيلم ده مش هيشوف ولكن هيتشاف فبالتالي انا عندي مضارع تام بsense وعندي مجهول وبالتالي اختار number c seventeen leaves falling سقوط الأوراق أوراق الأشجار from trees من الأشجار in the autumn في الخريف is a completely natural knot هي عملية طبيعية تماما completely يعني تماما وnatural يعني طبيعي وprocess يعني عملية number c number eighteen if you can't see properly لو مش شايف كويس لو مش شايف بطريقة صحيحة you should not your eyes test tested طيب يا سيدي اولا انت عارف ان المفروض تخلي عنيك تكشف عليها يعني اللي هو السببية اللي اخدناها في unit nine اللي بعد المجهول على طول اخدنا have and get have and get have بيجي بعدها عاقل ثم المصدر get بيجي بعدها عاقل ثم المصدر اما اللي اتنين اذا كانت have ولا get لو بعدها غير عاقل بيجي بعدها تصريف الثالث وده اللي حصل هنا not وبعدين غير عاقل اللي هي eyes وبعدين تصريف الثالث يبا انا عايز اما have ya اما get وبنان عليه عندي have number a 19 علي is the most not student in the class هو الطالب الاكسر a في الفصل he works hard بيعمل بجد and he cares about what he does وبيعتني بما يفعل ده شخص عنده عاقل عنده ضمير حي الضمير consciousness number c my uncle not not return i am not sure i am not sure يعني لستم متأكدا طبعا محد مش متأكد يبقى احتمال يبقى في الحالة دي نقول might الاحتمال يبقى might number c many boxes سنديق كتير are not cardboard cardboard اللي هو الورق المقوى مصنوعة من اوكي طيب مصنوعة من يعني ايه made of او made from الفرقة بين made of و made from عشان فيه ناس ما بتعرفش الفرقة بينهم made of يعني مصنوعة من مادة يمكن ان تعود لما كانت يعني ايه يعني لم تتغير اصناع تصنيع يعني كرتون هفكوا هيرجع كرتون تاني يعني من الاخر كده اه لو مسلا قلت ان الشباك مصنوع من الخشب ينفع حضرتك تفك الخشب ده وترجعوا خشب تاني اه من الممكن المادة لم تتغير يبا دي made of لكن فروم لو قلت لك مثلا الكايك مصنوع من دقيق flower و sugar و ايكز و كده هل حضرتك ممكن تفك الكايكس ترجعها دقيق وسكر و بيض باش روح ماشي لا طبعا مش ممكن يعني مستحيل فبالتالي ده اسمه made from يبا made from المادة تغيرت اصناع تصنيع و made of المادة لم تتغير اصناع تصنيع من ممكن اعادتها مرة كمان فطبعا الورق اللي مصنوع منه الكاراتين او السندي الكارتون فبالتالي مصنوع من ورق مقوة ممكن جدا ارجعه افك السندوق ده ويرجع ورق مقوة تاني وبالتالي made of مصنوع من مادة لم تتغير اصناع تصنيع made of اللي هي number a number twenty two طبعا لو احنا في الفين وعشرين دلوقتي فطبعا محضرتك بتسمعني في سنة الفين وعشرين الجملة دي تم ادغئها علشان قاعدة اف تلاغت بس هحلها وبالمناسبة كمان اللي تابعه معايا الحلقة اللي فاتت كان في جملة برضو عن قاعدة اف وآآ كانت المفروض تبقى مجهول وانا نوهت عن ده في الوصف لانه انا مقاريتهاش اصلا وحاليتها بسرعة قلت لكم ملغية فقلت اختيار وبعدين اكتشفت بعدين ان هي مجهول مش معلوم فنوهت عندك التعليقات لو حالتك ممكن تروح تشوفها number 22 if i not have learned it i would give it my aunt's name كويس قاعدة اف انا اقول لجابات يا جماعة من باب التراكميات لو حضرتك ممكن تتوقع انا ممكن يجيلك حاجة تراكمية او علشان السنين اللي جاية والدفعات اللي جاية لو شافت الحلقة دي ما تقولش طب احنا منا احنا اتلاغتش من علينا اتلاغتنا عليهم طب واحنا منا فهقول if i not طبعا احنا متكلم في زمن ايه الحلقة كام هنبص على النص التاني هنلاقي النص التاني في وض give وض والمصدر يبقى دي الحالات التانية وبناء عليه هختار number b discovered عشان if ماضي سوري ماضي بسيط وض والمصدر number 23 في حد مشهور شخص مشهور شخص بيجي في التلفزيون بيفتتح النيو سوبر ماركت السوبر ماركت الجديد في مدينتنا غدا طبعا شخص مشهور يعني number c number 24 كمان دي ملغية من الوحدات الملغية بس اشرحها برضو لان لما بيجي في زمن المضارع غير الماضي غير المستقبل في المستقبل بنستقدم بعدها اما وضي اما كود زاد المصدر لو في المضارع بنستقدم بعدها ماضي بسيط لو في الماضي بنستقدم بعدها ماضي تايم طيب هنا I just wish I just wish I not harder last year last year في زمن الماضي بنا بتمنى حاجة في زمن الماضي التمني في زمن الماضي بنستقدم معا ماضي تام اللي هو هادو تصريف التالت number 25 the best thing about our holiday افضل حاجة في اجازتنا to iceland la icelanda was our visit to see the نقط هي كانت زيارتنا علشان نشوف the geyser النبع المائي number a the geyser النبع المائي اللي هو number a ووصلنا لي قطعة الكمبرهينشن البسج يا شباب وهنقراها مع بعض ونترجمها بناعنا على طلب حضراتكم طبعا آآ ما اقدرش على زعالكم فانا مكنش بترجم القطعة بقول انه المفروض انك تعتمد على نفسك شوية في فكرة انك تقدر ترجمها يعني آآ احيانا بتبقى قطعة سهلة واحيانا بقول ان حتى آآ لو في حاجة صعبة انت المفروض تخمنها وبحاول انمي عندك فضرات التخمين بس آآ لانكم طلبتوا مني ده انا تحت أمركم آآ هي القطعة بتتكلم عن آآ المية وهنقرأ مع بعض The United Nations الأمم المتحدة has آآ designated حددت آآ March 22 يوم 22 مارس World Water Day يوم الماء العالمي As a means of focusing كطريقة للتركيز أو لتركيز الattention تركيز الاتباه on the importance of a clean water لأهمية المية النظيفة أو clean water supply لأهمية امدادات المياه النظيفة and advocating والدعوة the sustainable management of fresh water resources والدعوة للإدارة المستدامة للfresh water resources لمصادر المياه العزبة This year's theme موضوع هذا العام is water quality نوعية المياه clean water for a healthy world مياه نظيفة لعالم صحي safe drinking water is fundamental to healthy lives and prosperous communities نرى الجملة دي تاني safe drinking water شرب المياه الآمن is fundamental أساسي to healthy lives للحياة الصحية and prosperous communities والمجتمعات المزدهرة every person كل شخص needs بيحتاج 20 to 40 liters بيحتاج من 20 ل40 لتر of fresh water من الماء العزب per day في اليوم for drinking للشرب cooking والطبخ and sanitation and sanitation needs واحتياجات النظافة alone كل واحد لوحده بيحتاج من 20 ل40 لتر يوميا yet ومع ذلك some تقريبا أو في حدود أو حوالي 1.1 billion واحد واحد من عشرة بليون شخص people worldwide على متسر عالم في جميع الحال العالم don't have access to safe clean drinking water ليس لديهم ميات شرب مأمونة نظيفة as a result وكنتيجة لذلك many people become sick وكنتيجة لذلك في ناس كتير بتمرض some lives are shortened وبعضهم حياتهم بتختصر أو بتقصر and some die وبعضهم بيموت دي الفقرة الفقرة التانية half of the world at the hospital bids نصف سرائر المستشفيات في العالم are filled with people مملوقة بالناس suffering from water born diseases مملوقة بناس بتعاني من أمراض منقولة من الماء according to the world health organization وطبقا لكلام منظمة الصحة العالمية each year كل عام and estimated four billion people رقم مقدر باربع بليون شخص get sick بيمرضوا with ديارها مرض من أمراض الجهاز الهضمي مش هقول اسمه as a result يعني هكذا هتفهموا يعني بناس بتمرض باربع مليون اربع بليون اربع بليون شخص بيمرضوا بهذا المرض هو مرض بيجي الأطفال الصغير أكتر كتير جدا نتيجة لشرب الماء غير آمن واغتر من اثنين مليون منهم على مستوى العالم طبعا بيموتوا كل سنة بسبب الماء وغالبا بيبوا أطفال تحت عمر الخامسة معظمهم فقراء ومعظمهم عايش في الدول النمية أو العالم النمي الفقر الثالثة in developing countries في الدول النامية 80% 80% of all waste من النفايات is discharged بتفرغ entry دون معالجة يعني النفايات في الدول دي بتفرغ بتتريمي دون معالجة often because of lack of regulations بسبب نقص اللوائح ما فيش لوائح بتحكم الدول دي and resources وكمان ما عندهمش موارد مش عارفين ازاي يستخدموا النفايات as populations and industry expand وكمان مع زيادة السكان والصناعة they add هم بيضيفه to the equation بيضيف للمعادلة the new sources of pollution مصادر جديدة للتلاوث يعني في الدول دي اصلا انه فيها بتتفرغ بدون معالجة ولا انه ما عندهمش لوائح ما عندهمش موارد وبالتالي مع زيادة كمان السكان والصناعة زيادة السكان والصناعة دي بتضيف للمعادلة للأسف مصادر جديدة للتلاوث غير اللي هم عندهم اصلا and increased demand for clean water و and increased demand وبيتزود كمان طلب زائد على clean water المياه النظيفة human and environmental health human يعني بشري و environmental يعني بيئي و health يعني الصحة الصحة البشرية والبيئية suffers بتوعيني as a result كان تيجا لذلك and future agricultural and drinking water supplies our pot at risk والموارد المائية والامدادات المائية للزراع والشرب في خطر our pot in risk في خطر the ability of اخر فقرة يا شباب the ability of a society to develop is critically dependent بيقول ان قدرة المجتمع to develop على التطور بيعتمد بشكل حاسم critically dependent بيعتمد بشكل حاسم on sustainable and sufficient supplies supplies يعني الموارد او الامدادات المستدامة والكافية of high quality water من المياه العالية للمستوى and good sanitation services وخدمات النظافة جيدة and practice with تمريم we can help solve the problems زي نقدر نحل لساعة حل مشكلة but in the end of النهاية change must come from within ولكن في النهاية التغيير لازم يجي from within من الداخل and with strong investments باستثمارات قوية not only in infrastructure مش بس في البنية التحتية but also in local governance and capacity building ولكن كمان في الحكم المحلي وقدرات البناء علشان ما طاولش عليكم الحلقة اكتر من كده حل اسئلة القط هتلاقوها في الجزء التاني من الحلقة هتلاقيوا رابط الجزء التاني موجود في الوصف تحت تنوية الحلقة دي عبارة عن جزئين وده الجزء الاول هتلاقي هنا الاختيار بس زي ما حضرتك شفت باقي الامتحان في الجزء التاني رابط الجزء التاني موجود في الوصف